اتفاق الحبوبي يعود إلى الواجهات من جديد رغم أنه لم يغب عنها كثيرا السجل الروسي الغربي يتجدد قبل أيام قلائلة من انتهاء الاتفاق الحالي في السابع عشر من الشهر الجاري الجانب الروسي أعلن أنه لم يقرر بعد ما إذا كانت موسكو ستنسحب من الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمتة الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود في السياق ذاته رابط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين موافقة بلاده على التمديد ووفاء الأطراف الأخرى بوعودها كانت موسكو أعلنت غير ذات مرة أنه لا مبرر لأن توافق مجددا على تمديد الاتفاق مشيرا إلى أن الغرب لم يفي بتعاهداته بسماح بتصدير الأسمدة والمنتقات الروسية وصفة هذا الموقف الغربي بالمشين في المقابل طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين روسيا بتمديد اتفاق الحبوب محذرة من أن عدم موافقة روسيا سيؤدي إلى العدام الأمن الغذائي العالمي المسؤولة الأوروبية حملت القيادة الروسية المسؤولية في هذا الملف مشيرة إلى أن العالم سيكون رقيبا على ما يحدث سيناريو يتكرر كلما اقترب موعد تمديد اتفاق الحبوب بتدخلات من الأمم المتحدة أو تركيا وهما وسيط الاتفاق الذي تم التواصل إليه في يوليو من العام الماضي فهل تتكرر النتائج السابقة بموافقة موسكو على تمديد الاتفاق أم سيكون لبوتين رأي آخر هذه المرة